ماذا عن نادي الزمالك؟ نادي الزمالك زي ما احنا بقوله لنادي الاهلي بس نادي الاهلي عمل قريدي ثلاث صفقات زي ما بقوله ان نادي الاهلي هو مركز قوي 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 على صفقة المهاجم نادي الزمالك مش شايف اي حاجة في المركاته بيتحرك في اتجاهات كتير عبدالله السعيد استفسر عم روان داود استفسر عن اكتر من اللاعب لكن التحرك الجدي التحرك الجدي اللي حصل ومخاطبات مع مين؟ مع ادارة نادي سيراميكا والرد كان كالتالي ادارة نادي سيراميكا ردت قالت احنا دفعنا ما يعادل قبل السيزن ما يبدأ مليون دولار بالاضافة لاتنين اللاعبة مليون دولار قبل بداية السيزن قبل بداية السيزن لنادي امبي احنا دلوقتي عادتين 50 مليون جنيه 50 مليون جنيه الرقم لقد ادارة نادي الزمالك عرضته 25 مليون جنيه زائد اتنين لعيبة. كابتر احمد سامي قال انه مش محتاج لاعبين لا من نادي الاهلي ولا من نادي الزمالك لما سألناه على انه هل ممكن يخش لعيبة في صفقة تبادلية مع سواء رجوع محمد شكري الاهلي او جون البوكا اهلي او زمالك. انا مش محتاج لعيبة لو ادارة نادي سيراميكا شايفة او عندها الرؤية دي وشايفة نادي بتستسم في جون البوكا وممكن يرحل وهتوفر للبديل ما عندش مشكلة. لكن انا مش محتاج لعيبة في صفقات تبادلية. ده الرأيه الفني يعني. فنهاية جون البوكا وطرجة الزمالك الاول والواضح في الميركاتو. وحتى لو انتهى الميركاتو بالنسبة لهم على بس جون البوكا. هم بالنسبة لهم يكونوا ساتسفايد جدا. خاصة تاني جون البوكا صفقة هتكلف الزمالك رقم كبير. تحرك في فضل انتقالات الحالية او مش هاتف? صعب. عمر فايد. عمر فايد. ونحن على تواصل يعني مع والده ومع اللابي لا بدأ ما اتكلمش يعني. لكن مع والده. هم في بطولة افريقيا الشهر الجاي. انشاء الرحمن في القاهرة. انتخابات تحت عشرين سنة. متخابنا مشارك فيها. اللاعب لعيب اساسي. هو المدافع الاساسي مع عبد الرحمن رجدان. مدافع النادي الالي اكتر من اللاعب. فهم مستنيين ان يجيلوا افر برا. هم عايزين يطلعوا اوروبا. زي ما انت بتتمنى كريم ان لعبتنا الصغارين كلهم يطلعوا اوروبا يعني. ياليت ياليت. وإدارة نادي المقولين بالنسبة لها هي ادارة محترفة. عايزين اما انه اللاعب يطلع اوروبا برقم معقول. او انهم يستثمروا في اللاعب. اللاعب السنة اللي فاتك كان بسعر. لما اشترك بس اربع مباريات في الموسم. السنة دي بنتكلم على انه بشترك في كل المباريات مع ده مبارا واحدة تم يقافوا فيها. بيمر بحالة جيدة جدا مع كابتن شاو ايه غريب. فهو بيقولك لا احنا نستثمر ونسيب اللاعب معنا لحد نهاية السنة. يكون لعب بطولة افريقيا. ونهاية السنة نشوف. لو جاله افر. والكلام ده مليون في المية. انه ده ده رأي ادارة المؤونية الاخير. انه جالنا في نهاية الموسم افر اوروبي. في نهاية دي يدينا مقابل مادي معقول. اوكي. ما كانش ساعتها هيتم عرض اللاعب الاعلى سهر.